اشتركوا في القناة يعني خلينا نقول في كتاب الفيزياء في الوحدة الثالثة الوحدة اللي ضلت يعني خلينا نقول يعني اسهل بالكثير من الوحدة الثلاثة اللي مضوا يعني اللي شاف يعني الوحدة الاخيرة يعني بيعتبروها وحدة طلاب الادب كثير سهلة وكثير بسيطة ما فيها اشي خليني يعني اعطيكو بشارة ان احنا اذا من خلص الدرس هذا بتكون فاهمة منيح يعني انت حصلت بحدود 80 الى 90 بالمية من امتحان الثانوية العامة يعني الوحدة هذه كما بيجعلها اكثر من 20 اذا بدي بدي يكسرها يعني بدي يكسرها بجيبه 20 بالمية اكثر من 20 مستحيل يعني هي 80 الى 90 بالمية من العلامة في صالحك اذا خلصت الدرس هذا وكنت فاهمه فاتعمل معنا ان هذا اخر موضوع صعب اليوم يعني مش صعب كمان ليس صعبا في الشيش صعب بس يعني خلينا نقول بده ايه بده تدريب هذا هو فقط يحتاج الى تدريب وممارسة طيب يلا ما بدي اطول عليكم يلا خذوا نفس دائما اهدأوا دائما استرخوا خلوا وقت الفيزة وقت راحة ووقت هدوء نفهم كيف ربنا خلق الكون خلق كله ايه خلقوا بقوانين هات خلينا نشوف ايش القوانين هاي ونأخذ اليوم الحث الكهرومغناطيسي ونقرأ مع بعض الكتاب كالعادة من الكتاب كلمة بكلمة وبعديها ان شاء الله باشرح اي شي بحسه مش واضح يلا نقرأ مع بعض ان الشحنات الكهربائية الساكنة على سطوح الموصلات تولد مجال كهربائي واذا سمح لهذه الشحنات بالحركة بفعل مؤثر ما فانها تولد تيارا كهربائيا التيار الكهربائي المر عبر هذه الموصلات يولد مجالا مغناطيسيا على هيئة حلقات مقفلة حول هذه الموصلات ومدامة التيارات الكهربائية تولد مجالات مغناطيسية هل من الممكن للمجال المغناطيسي ان يولد تيار كهربائي تحكيني ما فهمتش ولا ايشي احنا بقى اشرح لك اياها وخلينا نوخذ معي المشاط مرة واحدة يوو تبع معي خليني اشرح واعلم شو بده ايه الكتاب من كل الحكي هون اتمنى الامور تكون واضحة احضر الفيديو دايما باعلى جودة كثير الجودة بتهمني في انك تحضر الفيديو اذا الاشي مش واضح امامك دايما الجودة لازم تكون مرتفعة طيب احنا منذكرين يوم ما قلنا عن التيار قلنا انهو حركة شحنات صح اي شحنات موجبة او سالبة بتمشي يعني ايه شحنات حرى بتمشي في ايه فيه معي موصل صح كنا يومها بكون في عندي على سطوح الموصلات بكون في عندي شحنات كهربائيه ساكنة هاي الشحنات شو بتعطي بتعطي مجال الكهربائي في الدرس اللي فات اخذنا المجال الكهربائي اللي حكينا اسمه ايه طيب الحين اذا هاي الشحنات تحركت قي بحكي لك هاناس يمحو لها شو مال هالشحنات هايت تتعرك ماسكتاي الشحنة وصارت تتحرك على شو على سطح الموصل شو بتعمل بتقول لي إذا الشحنة تحركت شو اسمه هذا بيصير بيصير اسمه تيار كهربائي صح مش قلنا حركة الشحنات في موصل باتجاه معين هو التيار الكهربائي منذكرين الوحدة الثانية وقلنا التيار الكهربائي يا حلوين مرحبا هذه الموصلات أخذ مام من إيش من تجربة أورستد الذكرين يوم ما قلنا فيه تيار بمشي شو بيسوي بولد مجال شو ماله مغناطيسي التيار الكهربائي شو بيعمل مجال مغناطيسي والمجال على هيئة حلقات مقفلة هذا الإشي كلنا بنعرفه دائما المجال خطوطه ايش بتكون على شكل حلقات مقفلة حول هذه الموصلات إذا من الذكرين يوم ما خذنا سيليك مثلا لانهاء الطويل قلنا هيك مثلا التيار بمشي فيه كيف الاتجاه المجال بيكون فيه يكون اتجاه المجال بهاي الطريق صح؟ خلقات مقفلة حوالين مركز من السلك واضح كيف؟ بدك تدير بالك كيف بدك تكون هاي بهاي الطريق يعني هاي رسمة تقريبية لو بدنا تيجي اللفات بهاي الطريقة تحط إبهامك وتيجي بتيجي اللفة بهاي الطريقة هيك واضحة ديروا بالكو كيف ابتيجي وما دامت التيارات الكهربائية بتولد مجال مغناطيسي فهل ممكن للمجال المغناطيسي أن يولد تيار كهربائي؟ أكيد المجال المغناطيسي بولد تيار كهربائي كنا التيار الكهربائي بولد مجال مغناطيسي هذا الاشي اتفقنا عليه من الدرس اللي فات واللي قبله طب ممكن المجال المغناطيسي بولد تيار كهربائي بلنا نشوف ايش جديد في الفيزياء اللي هو ايه؟ التيار الحثي شو اسمه التيار الحثي؟ هات خلينا نشوف ايش يعني تيار حثي طب لو واحد حكى لك ايش يعني بحث لو حكيت ايش يعني بحث الشخص على فعل الخير يعني بأشجه على فعل الخير صح؟ يعني بأدفشه على فعل الخير هيك المعنى وهذا هو معنى التيار الحثي يعني ايش؟ ايش جي معمول من ايش تاني يعني واحد عامله هيك المعنى طيب اتطلعوا معي هاي التجربة كثير مهمة وبدنا نركز فيها طالع بدي حلقة من حديد وسيلك طويل وقلفانوميتر ومفتاح ومصدر جهد كهربائي ثابت هذا القلفانوميتر لازم شاشة تكون واضحة معك وبدنا اكبر الحكي هذا طلع علي مني هايو هذا قلفانوميتر هاي القلفانوميتر هايو شايفينه هذا المربع قلفانوميتر وهنا في عندي موصل واضح وهي هنا في عندي بطارية هاي بطارية هون وهي حلقة من حديد مشان توصل التيار حلقة من حديد بين هايو هاي وفي عندي شايف لي اللفات هدول طلع علي على اللفات هاي اسمه ملف هايو ملف هون وهذا اسمه شو ملف هاي شايفهم الحلقات الملفوه من سميهم ملف وهي المفتاح طيب اذا منذكرين ايش القلفانوميتر بعمل قلنا القلفانوميتر جهاز بستخدم لقياس شدة التيار الصغير كثير 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 يعني ايش ما بنستخدم الأميتر لانه الأميتر ليس دقيقة القلفانوميتر القلفانوميتر للشغلات الصغيرة صغيرة 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 كثير هيك المعنى طيب بتقول لي هاي بقول لك وصل الدارة الموضع الموضع في الشكل هاي اي من واحدة تمانية هاي هاي شكل الدارة هاي المفتاح وهي ملف على حلقة الحديد وهاي ملف تاني وهاء كيلفانوميتر الخطوة التانية يا يقول لك أغلق المفتاح وراقب مؤشر كيلفانوميتر هاي المفتاح في الحالة التانية هاي شايف اغلقنا وهي رقم مؤشر كيلفانوميتر واحد بيقولennial انا بقدت شايف مؤشر كيلفانوميتر في الحالة الاولى هيك إذا تطلع عليها في الكتابة مش واضحة أمامك في الحالة الثانية شو صار؟ صار للنص ممتاز صب شو يعني صار للنص؟ يعني تحرك شو يعني تحرك؟ يعني فيه تيار صح أو لا؟ صار فيه تيار صغير هيك المعنى ماذا تلاحظ تحرك مؤشر الجلفانوميد طيب أترك المفتاح مغلقا بعد فترة من الزمن خلي هاي المفتاح مسكر والبطارية ماشية كل إشي تمام وبعدها شو؟ مراقب مؤشر الجلفانوميدر شو بيطلق على هذا المؤشر الجلفانوميدر في الحالة؟ ضله ثابت شو بيضل؟ بيضل ثابت ما بتحرك؟ واضح؟ خلص ما بصير عليه تعديل طيب اتطلع معي على الشغلة الثالثة شو بيصير؟ افتح المفتاح وراقب مؤشر الجلفانوميدر في الحالة سي المفتاح فتح طلع مؤشر الجلفانوميدر من النص وين صار؟ صار هون ايوة شو يعني؟ ماذا تلاحظ انه كمان تحرك مؤشر الجلفانوميدر؟ يعني شو يعني تحرك مؤشر الجلفانوميدر هون؟ يعني صار فيه كمان تيار تيار حثي كمان طب تيجي بتحكيلي طب ايش يعني الحكي هذة اللي صار طلعوا الحكي اللي صار يعني اشرح لي يا بسط لي الحكي اللي صار يا حلوين ان البطارية يوم ما كانت مفتوحة كل مفتاح مفتوح كان القلفانوميتر في امان ما فيه اي مشكلة سكرنا البطارية هاي المفتاح عاسف ومشت البطارية اعطت مؤشر القلفانوميتر تحرك فتحنا البطارية كمان مؤشر القلبان وميتر تحرك يعني فيه تيار طب بتقول لي كيف فتحناه فيه تيار هذا اسمه التيار الحث من وين هذا جاي التيار الحثي هذا التيار الحثي جاي من تغير المجال المغناطيسي من شو جاي من تغير المجال المغناطيسي طيب خلينا نشوف شو بده يحكي العالم عن تجربته وبدنا نعلم ايش اللي بهمني هل انت مطالف الحكي هاض لا يعني هذا مقدمة للوحدة يعني مش هذا محور الدرس بس مقدمة اني بدي اياك تعرف اذا تغير المجال المغناطيسي شو بيسبب تيار شو منسمي هذا التيار التيار الحثي هذا هو كل بدي اياك تتعرف واضح كل بدي اياك تعرفه في الصفحة هاي ايش اذا صار فيه تغير في المجال المغناطيسي بيسبب تيار ايش اسمه التيار التيار الحثي طيب نقرأ مع بعض اللي بعد راح افصلوا هذا بزيادة يعني ما تخافوا هذا الامور كليات راح تتفصل ان شاء الله في تجربة لينز يعني في لينز قاعدة لينز راح نشوفوا كلياته بتفصيل كيف الامور بدها تتغير كيف التيار بدي يمشي في الملف ما تستعجل عشان هيك انا بحكي لكم هاي مقدمة يعني اذا في عندك اسئلة كيف التيار بدي يمشي وين اتجاه التيار كيف بدي يصير يعني الساعة الامور بدها ايه اعطيها شوية وقت وان شاء الله جايينا طيب العالم فارادي حاول انه يولد تيار كهربائي من المجال المغناطيسي فايش قاب فصمم النشاط المبين في الشكل واحد تمانية اللي شفناه قبل اللي شرحته اللي في ملفين الملف الاول في بطارية ومفتاح كهربائي والملف الثاني شو موصول بكلفانو ميتر وتوقع انه قال لك شو توقع في رادي قال لك انه بيوم ما بمرر تيار كهربائي في الملف واحد بيولد مجال مغناطيسي صح مش قولنا التيار بسوي مجال مغناطيسي في الملف طيب قال انه هذا مدام بسوي مجال مغناطيسي اكيد رح يسوي مجال اكيد رح يسوي تيار وين في الملف الثاني كمان مر اجا مرر تيار في الملف الاول هاي الملف الاول شايفينو هذا يا حلبي دخل تيار فيه ايوهيك في هذا الملف حكي يوم ما بدخل فيه تيار هذا الملف بعد غلق المفتاح اكيد رح يمشي تيار في هذا الملف ايوه بس ما فردي هل هذا الحكي صار هات خلينا نشوف وكانت النتائج عكس ما توقع حيث لم يتولى التيار في الملف الثاني عندما وصلت شدة التيار في الملف الاول الى قيمتها القصوى يعني بيقول لك وصل التيار اعلى قيمة وما صار في اي تيار في الملف الثاني ايوه بس هنا شو لاحظ لاحظ الانحراف الكبير لمؤشر الجنفانوميتر باتجاه ما لحظة اغضاق دارة الملف الاول وكتيش الجنفانوميتر اتحرك لحظة الاغلاق هاي كثير مهمة طيب يعني ليش لحظة الاغلاق هاذا شو الله رح افسه في قاعدة لينز يعني ما بدنا نستعجل بس بدي ايك تعرف ان اول ما سكر انحرف الجنفانوميتر واول ما فتح شو انحرف الجنفانوميتر وانحراف المؤشر بالاتجاه الاخر عنده شو عنده فتح بس تنتج شو ماله شو استنتج ان التيار الكهربائي بسري في الجنفانوميتر لحظة غلق الدارة او فتح ايوه هذا كثير بهم ومن الملاحظات توصل اليها من معرفة الخطوط المجال المغناطيسي ان التيار بتولد في ملف عندما تتغير شدة المجال المغناطيسي فيه وكتيش بس بتولد التيار في الملف بس في حالة واحدة طلع العلم لعليها هايها بالاصفر يوم بتغير شدة المجال المغناطيسي فيه وهذا بسبب فشل محاولاته يعني قالك لو تضل المجال المغناطيسي نفس الاشيء هل راح يمشي تيار في الجنفانوميتر لا ايوه وهذا يفسر سبب فشل المحاولات السابقة لحصول على تيار كهربائي من المجال المغناطيسي الثابت واضح يعني لو بدك تيجي تشرح لنا اياها للمرة العاشرة طلعوا ارشملكوا اياها ومالش ما نتغلب حطوا بطارية هاي بطارية هيك وهي البطارية يا حلوين هون شو ما للمفتاح مفتوح ومشوا هيك وحطوا هون ايش قطعة حديد شايفين لي هاي هاي نحطها بلون ثاني زهري هاي حديدة هاي هيك جايب يعني اسفع الرسم يعني بس الاشي هذا خلينا اوضح لكم شو اللي صار بالضبط يعني اذا الامور الساعة مغبش عندكم وهون كمان البطارية هون القطوب بهاي الطريقة طبعا هنا في عندي ايش في عندي لفات بالملف الاول هاي الملف الاول هيك اجا يعني لفات انتوا فاهمين هذا الملف الاول يعني الرسم غير دقيق بس هيك يعني بيجي والملف التاني هاي الملف التاني بحطي لكم اياه باللون الامري هاي الملف التاني هيك لفات ملفوفة حوالين ايه حوالين القطعة الحديد وهيها تكملت الدارة وهنا في عندي قلفانوميتر منذكرينها هذا في قنطرة ويتستون قلفانوميتر وهي موصل بهاي الطريقة طبعا القلفانوميتر بدل حرف الجي شو مانا نحط له هذا ما نحط له انه مؤشر الى مؤشر طلع لمنية هاي مؤشر القلفانوميتر هيك رح اوضحوا كلاياته بالنتفى في قاعدة لينس ما تستعجل كيف تحرك الطيار في ما بديك تستعجل هاي سالب وهي موجب اجا فردي حط الملفين جانب بعض والمجال المغناطيسي موجب القلفانوميتر ولا له خص ما تحركش اذا المجال ثابت القلفانوميتر شماله هاي شايف المؤشر ضل زي ما هو ولا كأنه اشي طيب اجا فردي اغلق المفتاح هاي المفتاح عس سده شو يعني سده يعني سوى تيار هاي التيار رح يمشي هيك صح ورح يمشي هيك ورح يمشي هيك في اسف في القطعة ورح يرجع لمين للبطارية لاحظ فردي انه يوم ما بمشي التيار هنا في الملاف شماله القلفانوميتر بس لحظة الاغلاق اول مسد المفتاح شمال القلفانوميتر مؤشر شماله تحرك شماله تحرك يعني بدلا ما هو كان هنا على الزاوية شماله في النص اولا على اليمين يعني ما بهم من المقدار المقدار ما هو بده ايش شغلة كثير تختلف فيه بعدها خلاه بنفس الطريقة خلاه ماشي والمجال الثابت ما بأثر على قراءة القلفانوميتر وضع القراءة القلفانوميتر زي ما هي ما ختلفت طيب عمل بعدها شو الزلمة عمل فرديه قال انا يعمل مفتاح هذا بالدعاود افتحه بديش ايام غلق شو يعني بديش ايام غلق يعني بطل فيه تيار شو يعني بطل فيه تيار يعني المجال المغناطيسي راح مش قولنا المجال المغناطيسي بطلع من التيار صح بيأثر فيم التيار بطلع مجال مغناطيسي لاحظ ان مؤشر القلفانوميتر شو ماله انحرف انحرف للحالة الثالثة بهاي الطريقة فشو استنتج فارادي شو استنتج يعني شو اللي بدي اياك تعرف اللي حكيته كمان وارو بقول انه يتولد تيار حثي ايش فقط عند تغير قيمة المجال المغناطيسي المغناطيسي فقط تغير قيمة المجال المغناطيسي ليش؟ هذا راح نعرفه في قاعدة لينز يعني ما تستعجله ان شاء الله في قاعدة لينز راح نشوف كيف الاقطاب بتدخل قطوب شمالي قطوب جنوبه راح نشوف ما تستعجله بس بدي اكترف المقدمة بهاي الطريق هذا هو البيدي اياك تعرفه من تجربات فردي ان التيار الحثي تغير بس قيمة عند المجال المغناطيسي ما تولد تيار إذا المجال المغناطيسي ثابت هنا لا يتولد تيار في الملف الثاني هاي الملف الثاني وهو باللون البني هذا هو اسمه الملف الثاني واللون الاخضر شو اسمه الملف الأول هو فكره انه أول ما بتحط في الملف الثاني في الملف الأول تيار في الملف الثاني يصير فيه تيار وهذا الحكي غلط فشو اللي صار بس يوم أغلق الدارة صار فيه تيار حثي في الجيلفانوميتر ويوم ما فتح الدارة صار فيه تيار حثي فاستنتجنا أنه بسبب التيار فقط اللي هو تغير قيمات المجال المغناطيسي واضحة يعني بتمنى الأمور تكون توضحت ليس عليك أن تحفظ هذا الحكي هذا الحكي فهم افهموا بس أنه يعني الملخص لو مثلا بدي يجي يحفظ بس يحفظ هاي ويعطيك العافية ما هذا هاش يعني سألك يقول لك شو تجربة فردي ويش عمل لا مش راح يصير شي زي هيك ممكن يجيب لك علل فهم بس هاي يعني تكفي أنك انت فاهم هاده واضح طيب يلا نروح للصفحة اللي بعدها طيب هون هايش يعني هذول الثلاث رسمات بسرعة هاي أنا نسقهم هون أشوفهم هاي هون اطلعوا شو هاي الثلاث رسمات لاحظوا هاي الشكل اثنين ثمانية أجا هون اطلع فتح المفتح وأغلق المفتاح ولاحظ شو ماله القيلفانوميتر هاي وشو ماله اتحرك يعني هيعود أكد النظرية مرة سكر المفتاح ومرة ايه أغلقه طلعوا هون شو جاب جاب مغناطيس طب واحد بيجي بيقول لي شو يعني مغناطيس يعني مجال مغناطيسي إذا بيقرب المغناطيس يعني المجال المغناطيسي بدي يتغير لاحظوا هون شو ماله الإشارة تغيرت ولاحظوا هون يا حلوين كمان يوم هو طلع وحرك سريع للملف هانا اجاب المغناطيس وحطوا جوه الملف هون اجاب الملف وحطوا جوه المغناطيس كل ياتوا ايه حرك مؤشر القيلفا القيلفانوميتر هاي لاحظوا الملف هايو بيحركوا يمين وشمال بهاي الطريقة لاحظوا هون المغناطيس واحدة تحت وواحدة لفوق يعني عندك ملف هايو شايفينه بجيب المغناطيس بحطوا جوه الملف بلاحظ أن الكلفانوميترistics تحرك وبعده بلاحظ أن الكلفانوميتر الكلفانوميتر بتأثر كلياته بنفس المبدأ مجرد انه تغير المجال الكهربائي فانه شماله المؤشر الكلفانوميتر سيتحرك والمجال المغناطيسي الثابت ما رح يولد اي تيار واضحة طيب خلينا نروع على الصفحة اللي بعدها ونشوف طيب نقرأ السطر ومن النتائج التي توصل اليها ان التيار الكهربائي بتولد في ملاف عندما يتغير المجال المغناطيسي داخله وذلك يعمل الملاف كمصدر للقوة الدافعة الكهربائية شو اطلقنا عليها اسم القوة الدافعة الكهربائية الحثية واسم التيار اسم التيار الحثي يعني يوم بصير في تيار كهربائي تولد في الملاف بصير بتغير المجال المغناطيسي بيصير الملف زي قوة دافعة كهربائية بيصير زي البطارية نفس الحكي اللي حكي هنا نطلع على نشاط 2.8 يلا نطلع عليه على 2.8 هون على الماغنيتك فلكس وكمان يعني اشي يعني ان شاء الله رح يكون بسيط يلا نطلعوا معي فيه بدنا نتحدث عن التدفق المغناطيسي شان الماغنيتك فلكس التدفق المغناطيسي شو يعني تدفق ی التدفق يعني اشي بطلع من اشي صح يعني یوم بتقول تدفق الماء يعني زي المى طلعت من محال بتدفق صح مثلام تدفق المية مثلا من الصنبور على سبيل المثال تطلع المية من الصنبور يعني تتدفق منها هيك المعنى اشي من اشي طيب نطلع يعني كمعنى بس ايه يعني كمعنى ايه باللغة العربية تحقق فردي كمية من العوامل كمية من العوامل اللي بتأثر في مقدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية بدي يشوف الحين قاعد يدرس فيها القوة الدافعة الكهربائية الحثية اللي هي بتنتج من شو من تغير المجال المغناطيسي وجد انه كل زاد معدل التغير في المجال المغناطيسي بالنسبة للزمان زادت شو زادت القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الملف كمان مرة يعني بيقول لك كل ما كان تغير المجال المغناطيسي في الزمن بتزيد القوة الدافعة الحثية وعلى الرغم من أن تغير المجال المغناطيسي يولد تيار كهربائي فإن في حالات أخرى بيكون المجال المغناطيسي شماله ثابت وبتولد فيها تيار حث حث كمان مرة قلنا إذا أنت بتعمل عندك بتغير المجال المغناطيسي بالنسبة للزمن في فترة شمالها سريعة بتزيد القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف وإن بيقول لك من رغم أن المتغير المجال بيولد تيار كهربائي بيقول لك في حالات أخرى بيكون المجال ثابت وبتولد تيار حثي مكتش هاي الحالة بتصير طلح حاي علم لي مكتش المجال ثابت وبتولد تيار حثي هاي حلوة كثير طب انت قلت لي قبل شوي بتقول لي قلت لي إذا المجال ثابت فيش تيار حثي وهذا الحكي صحيح أنا هذا الحكي قلت لك يا مية بالمية قلت لك إذا شدت المجال المغناطيسي بتظلها ثابتة مش راح يكون فيه تيار حثي بس هاي حالة الاستثناء قلت لك تغيرت مساحة الملف أو دورانة في المجال المغناطيسي كيف يعني تغير مساحة الملف مساحة الملف يا حلوين ذا تغيرت يعني الملف زدنا مساحته أو دفناه في المجال المغناطيسي شو ماله بسبب تيار حثي هاي كمان الحالة الثانية يعني بتقول لي الحين بتقول لي صارت تيار الحثي بطلع من شغلتين شو هم قلت لي إذا غيرت المجال المغناطيسي والشغلة الثانية شو هو إذا غيرت مساحة الملف أو دورته طيب إيش عمل فرده كمان ما تخافه راح عايد الحكيحال راح عايده بس انت تبع ما يعلم والفيزياء ليست حفرض يعني بس بديك تشوف شو بالصي لقد استدال فرده من معرفته لخطوط قوى المجال المغناطيسي إن معدل التغير في عدد خطوط قوى المجال المغناطيسي الذي يقطع ملف أو حلقة هو الذي يؤدي إلى توليد تيار حثي فيه وهذا اللي وصلنا لآخر شيء ولكن بماذا يذكرك قطع خطوط المجال المغناطيسي لمساحة ما طيب قبل ما نشوف الجواب للسؤال كمان مر قلنا القوة الدافعة الكهربائية الحثية منيح هاي ها هون بلش من الأول قلنا إذا تغير المجال المغناطيسي أكثر إشي بزيد يوم ما بتزيده بنسبة الزمن كيف يعني بتحط المغناطيس بسرعة وبتقيمه هيك معناه بزيد تغير في المجال المغناطيسي بالنسبة للزمن بزيد القوة الدافعة الحثية طيب وقل لك إنه يوم ما بتغير المجال المغناطيسي بيصير فيه تيار كخربائي وفي عندك كمان حالة بيصير فيها تيار حثي هاي في حالات أخرى شو هي الحالة إنه قلنا المجال ثابت بس شو المساحة شمالها تتغير طيب بتيجي بتقولي طيب شو خاص المساحة وهذا هو اللي بدي أشوفه كمان شوي بدي أفهمك شعني فلاكس شعني تدفق شعني تغيرت المساحة هذا كثير بهمني استبدأ الفرق دي من معرفته لخطوط قوة المجال إنه قل لك معدلة للتغير في خطوط قوة المجال اللي بيقطع الملف هو اللي بيخلي التوليد التيار الحثي شو يعني عدد خطوط المجال الحين أنت في عندك مجال منتظم النيح أيو بي هاي الطريق هاي مجال منتظم هاي بي هيك صح؟ تيجي بتحكي لي صحيح وهذا ولا بيضل بنفس الطريق طيب لو واحد أجى شايف هذا الملف عمله هيك صغره هل رح يضل نفس المجال اللي بيأثر عليه؟ تيجي بتحكي لي لا لأنه خطوط المجال صارت أقل بتقطعه وهذا هو بسبب تغير مجال وبسبب فيه تيار شو ما له ها تيار حثي طيب خطوط المجال هاي اللي بتقطع الملف شو منسميها؟ منسميها إيش؟ بالتدف بالتدفق هاي قطع خطوط المجال الكهربائي لمساحة ما شو بنسميه التدفق الكهربائي؟ وبالمثل باعر قطع خطوط المجال المغناطيسي لمساحة ما بالتدفق المغناطيسي إذن شو هو التدفق يا حلوين؟ اللي هي خطوط المجال متقطع مساحة وشو العلاقة اللي بتربط بين التدفق المغناطيسي خلال سطح ماء ومساحة وشدة المجال؟ هاي الفلاكس هاي الفلاكس منقول او التدفق للمجال بي دوت اي اللي هي بي في اي في كوساين في ايتا وركز لكثير منيه شو هي بي بي اللي هي خطوط المجال ركز لي على اي اي يا حلوين اللي هي اي العمودة على المساحة وحط لي تحت كلمة العمودة مش خط ميت خط يا الله شو دمر الطلاب هاي في الامتحان حط لي عليها العمودة وحط لي على فيتا فيتا اللي هي الزاوية بين العمودة وايه والمجال فيتا هي رح تدمر كثير ناس اذا كمان مره قلنا اللي بيغير المجال ااسف اللي بيسبب الطيار الحثي والقوة الدافعة الكهربائية الحثية انك تغير المجال او تغير ايه مساحة الملف وهذا عشاقتين رح يعمل ايوم تغير مساحة الملف شو رح يعمل رح يصير فيه اشي اسمه ايه قوة دافعة كهربائية حثية تيار حثي ليش صار الاشي هاض لانه في عندك اشي اسمه فلاكس هو التدفق المغناطيسي شو يعني هاتدفق مغناطيسي يعني اكم من خط بقطع شو بقطع سطح ما شو هو التدفق المغناطيسي قطع الخطوط المجال لمساحة ما واضح هاي هي تدفق مغناطيسي شو تدفق كهربائي خطوط المجال الكهربائي لمساحة ما التدفق الكهربائي المغناطيسي خطوط المجال المغناطيسي لمساحة ما واحطانا تدفق قانون لفلاكس قانون التدفق شو قالنا قالنا بي لهطوط المجال شدة المجال في اي فيه المساحة والزاوية بين مين الزاوية بين العمود على المساحة وبي الزاوية بين العمود على المساحة والمجال اللي هي بي يعني اللي بحط طلعوا كيف A لاحظ الرسمة هاي الرسمة هاي مهمة لاحظ ايه هون عمودي على مين على السطح طلعوا السطح هاي هاي الزاوية بين A والسطح لازم تكون تسعين بين A والسطح ما خاص بي الحين الزاوية ما بين B و A هيك بتيجي يعني العمودي لازم يكون عمودي على السطح كيف يعني عمودي على السطح تطلعوا معي لو عندي سطح بهاي الطريق هاي عندي هيك تخيلوها انها هي على الورقة جاي مستوية كيف العمودي عليها العمودي عليها للأعلى صح هاي العمودي عليها طيب لو كانت هيك جاي ما إلى وين العمودي رح يكون عليها العمودي العمودي على السطح يعني 90 درجة عمودي على السطح هيك لازم يكون عمودي هاي 90 درجة بدي اياك تتخيلها بهاي الطريق لو كانت هيك كيف العمودي هاي العمودي بهاي الطريقة كمان عمودي على الدائرة واضح كيف صارت كثير مهم حط على كلمة العمودي كثير مهم وانا بحل اسئلة ان شاء الله رح افهمك اياك كيف يعني بات عامل محا بسحطها ملاحظ يا الله شو طلاب اتدمر منها هاي ديروا بالكم ديروا بالكم من متجه المساحة اللي بكون العمودي اذا حيث حيث اي متجه المساحة ومتجه مقداره يساوي مقدار مساحة السطح واتجاه عمودي على مين على السطح الخارج بي شدة المجال المغناطيسي فيتزاوية بين المجال والعمودي على مستوى الملف متجه المساحة طبعا هنا لفلكس علمها بس التدفق المغناطيسي من قاسب وحدة الويبر الويبر يا حلوي اللي هي تيسلا دوت متر مربع ما هي بي شو هي تيسلا والمساحة ما هي متر مربع اذا شو تيسلا دوت متر مربع شو منسمي ويبر وبناء على مفهوم التدفق المغناطيسي نقدر انحاء نعمل النتيجة السابقة قلنا بتولى التيار حثي في ملف اذا حدث تغير في تدفق المغناطيسي خلاله هاي هي يعني معناه يعني يومه بتغير المساحة شو بصير بصير في تغير في التدفق طيب السؤال فسر نتائج تجارب السابقة باستهدام مفهوم التغير في التدفق المغناطيسي يعني هذا السؤال اللي شرحناه كله كيف يعني طيب ثانية يعني هذا كل اللي شرحناه قبل صراحة سؤال يعني غير في موقعه كيف يعني بدنا نفسر النتائج السابقة باستخدام مفهوم للتدفق المغناطيسي لاحظوا يا حلوين يومه قلنا التجربة السابقة بس هذا ما له جواب يعني مش رح يجي سؤال زي هيك بس اطلع يومه بيجي هون مثلا دخلت هنا مجال مغناطيسي شو ما له التدفق التدفق زاد صح مش في بين ملف يعني مش المغناطيس هنا في التجارب السابقة مش هنا بحطيك مجال مغناطيسي صح يعني ما بدي اجواب السؤال يعني هيك معنى لان ما فيه له جواب رسمي هذا السؤال لان التجارب تلاتش تجارب وبدك تحيون بنفس الحاكي بس هيك معنى لو اجاك سؤال تقدر تكتبه هيك يومه بدخل المغناطيس على الملف شو ما له بصير في مجال مغناطيس خطوط مجال بصير في تغير في خطوط المجال وهذا بيسبب تغير في ايه في التدفق هنا ما كانش في خطوط يومه بتقاربوه شو ما لعدد الخطوط بيزيد هذا الخطوط بصير تقطع المساحة بتزيد فبيصير في تغير في المجال وهذا بسبب تيار حفي وكل ياتوا بنفس الطريقة سواء هون سواء هون سواء هون بنفس الطريقة إذا ما استوعبتها يعني ابعت لي وأنا يعني هو نفس الحكي يعني بس أكتب أن زاد عدد الخطوط فزاد التدفق وهذا أدى إلى شو إلى تولي الطيار وقوة دافع كهربائية حثية وبس يعني هذا هو طيب مش هذا اللي بهمني صراحة اللي بهمني هيا الحلوهات هذا الحلو وهذا رح يجينا سؤال عليه ست سبع ثمان عدمات كل سنة سؤال خفيف نضيف على القوة الدافعة الكهربائية الحثية وقانون فردي يلا تبدي أكل حين تركزه لأنه الحين الدرس عن جد بلش الحين بلش الإشي اللي أنا بدي إياه اللي رح يجع للعلامات طيب توصلت في البند السابق اللي بصير فيه تيار حثي في دارة مغلقة سبب تغير التدفق المغناطيسي اللي بيخترقها فلماذا نتجت القوة الدافعة الكهربائية الحثية وشو العوامل اللي بتوقف عليها مقدار القوة الدافعة الكهربائية الحثية الناتجة فيه ملافها وموسط طيب مشان نجاوب هذا الإشي بلنا نشوف إيه قانون فردي ونشوف شو عمل إزا لما تقاسي الإشي هم يلا ركزوا معي كل ياته بهاي الطريق طيب لعجابة عن الأسئلة السابقة شو قال لك قال لنا نخلينا نحط موصل هاي موصل شو اسمه A C شايفينه الموصل هايه A C هاي A أو هاي C هاده موصل هايو شايفينه هاته طوله قده L هاي طوله L في مجال مغناطيسي منتظم ومنقوم شو بنعمل بنسحبه نحو اليمين بسرعة ثابتة V هاي شو السرعة هاي ساحبينه هيك لليمين هاي شايفينه هاي هاي السحبة هيك سحبوه بسرعة V باتجاه عمودي على خطوط مجال مغناطيسي منتظم V أنه المجال المغناطيسي هون هاي هالإكسات هذور هذا مجال إلى الداخل داخل الورق هاي وهيو حكي لك للداخل يعني هايو حكيها لحاله كما في الشكل ثلاثة تمانية بذلك فإن المجال المغناطيسي سيؤثر بشو بقوة مغناطيسية مش هاده الدرس السابق اللي أخذنا القوة المغناطيسية في الشحنات الموجبة شو يساوي QV في B مش قلنا F الB يساوي QV في B من A إلى C هذا رح يأثر بقوة مغناطيسية وين اتجاه القوة المغناطيسية لاحظوا يا حلوين اتجاه القوة المغناطيسية رح تكون هنا في موصل بهاي في الشحنة يا اسف هاي لا شحنة تمام على الحين للموصل رح نطلع حسو شوية هاي رح يأثر مجال بقوة مغناطيسية في الشحنات الموجبة تساوي QV في B طلعوا معي اتجاه التيار واتجاه القوة المغناطيسية طلعوا وين اتجاه السرعة اتجاه السرعة في هيها لليمين وبي يا حلوين هاي هلوين لنحو الداخل يلا اضرب على قاعدة اليد اليمنى اعملها قاعدة اليد اليمنى او اعملها القاعدة اللي اعطيتك اياها اللي هي سين صادعين هيك موجب بالعكس سالب لاحظوا ان فيه شو اتجاهها اتجاهها سين الموجبة ضرب مين ضرب اللي هي اتجاه المجال اللي هي عين السالبة لاحظوا سين ضرب عين انا ماشي مع له اتجاه السالب بعطيني إيه سين ضرب عين بعطيني سالب صاد وسالب عين ما هي مش عين فهي سالب السالب صاد شو بتصير موجب صاد لاحظوا سين ضرب عين مع الاتجاه السالب بعطيني سالب صاد وعشان هاي سالب عين تحط لها كمان سالب بصير موجب صاد إذن وين اتجاه القوة المغناطسية هون للأعلى هاي من الشحنة على الشحنة الوحدة احنا بنحسب بنحسب على الشحنة الوحدة كل شحنة شو بيصير فيها ايوة بس في واحد تاني بطل بيجي بيقول لي دارس القانون وفاهمه منيح حكا في عندي شو في عندي قوة شو مالها ايكيو لقي ايش هيكيو لقي هاي من المجال وين اذا منذكريا يوم ما قلنا لكم يا حلوين في عندي قوة كهربائية يوم ما حكينا عن السيكلترون والمسارع النووي قلنا في عندي قوة كهربائية بتعمل شو بتحرك يوم من غير اقطاب فرق الجهد بتعمل قوة كهربائية وهي هون نفسها باي الطريقة كيو لقي هاي من المجال جاية وينها شحنة موجبة من الموجبة للسالة باتجاهها هاي هيك للأسفل واضح كيف هاي مما يؤدي لزيادة تحركيز الشحنات الموجبة عند النقطة سي ظاحظوا الشحنات الموجبة وين راحت راحت عند سي هاي الشحنات الموجبة هون والشحنات السالبة وين راحت راحت عند النقطة ايه ليش الشحنات السالبة راحت عند النقطة ايه لان قلنا الشحنة السالبة بتعكس الاتجاه صح الشحنة الموجبة طلعت للأعلى والشحنة سابة نزلت لأيه لتحت وكنتيجة لعملية فصل الشحنات شو بصير طلع شو بصير منيح بصير في عندك مجال كهربائي داخل الموصل بيكون اتجاه منوين من سيلة ايه ليش اتجاهه من سيلة ايه دائما من موجب للسالبة لاتجاه المجال وبتضل الشحنات من ذاك لانه ما قلت لكم الحين هذا المجال بيأثر عليها واضح لتحت قلنا بيأثر عليها لتحت من وين جاء المجال هذا لانه في عندك شحنات بتطلع موجبة للفوق ومن القوة المغناطسية كما بتنزلها لتحت فبصير في عندك مجال بصير يأثر بايه باللون الزهري بتضل الشحنات تتجمع عندها طرفي الموصل حتى شو حتى تتزن ايوة تتزن الى اسفل والقوة المغناطسية شو بتصير الى الاعلى عندها شو بصير بصير توقف خلص بصير اتزان تتوقف حركة الشحنات باتجاه طرفي الموصل وبذلك فان شو حالة الاتزان هاي في الاتجاه الصالي بصير في عندك القوة المغناطسية شو تساوي القوة الكهربائية القوة المغناطسية بنعرف فالهي كيو في في بي وقوة المجال كيو في اي الحين بدك تجمعها شو بتطلع ايو يساوي في في بي ليش لانا كيو مع كيو شو معلها بتروح فاي شو بتصفي في في بي وما ان فرق الجهد المتولد بين طرفي الموصل يعطى بالعلاقة في شو يساوي اي في ال فان بالتعويض عن قيمة اي شو بتصير في يساوي في بي في ال وهذا يا حلوين قلنا ايش هذا تمثل فرق الجهد اللي هو ايه يعني هذا كثير طيب ايه هذا هو شرح الكتاب اشرح انا يلا حدخل اشرح انا شو اللي صار طلعوا بس اطلع لي في بالظبط شو اللي صار طلع اللي صار يا حلوين في عندي ايش هاي هون دار وهنا زي مؤشر بقيس هون داره كمان حطينا ايه موصل هاي الموصل باللون الاحمر موصل كعرباء المجال المغناطيسي وين هون مجال المغناطيسي نحو الداخل هاي هي تجربة تفرض حطي المجال المغناطيسي نحو الداخل وجه واحد شاطر حكا قال يعمل موصل فيه شحنات حرة فيه شحنات موجبة وفيه شحنات شمالها سالبة صح ولا لا موصل موجود فيه شحنات حرة وإحنا ماسكين الموصل وبنحركوا لأوين بنحركوا لأيش باتجاه فيه هيك قاعدين بنسحف فيه لليمين على الحين في تجربة تفرضي شو صار على الحين المؤشر هذا شماله تحرك قال لك يا عم ليش المؤشر تحرك قال حين بدي يفسرها تفسير طلع شو صار قال لك يا عم هاي في هاي في الكبيرة قال لك ليش صار فيه مؤشر وتحرك تطلع معي القوة الموجبة هاي وما بتحركها في المجال وين رح تعطيك قوة قوة مغناطسية وين رح تعطيك رح تعطيك قوة مغناطسية الوين للأعلى ليش للأعلى يا حلوين على الموجب رح تعطي على قاعدة اليد اليمنى اعملها هاي في هيك يمين وعندك المجال للداخل اعملها قاعدة اليد اليمنى اعملها القاعدة لأعطيك يا رح تطلع القوة المغناطسية للأعلى هاي FB طي فمعناتها انت بتجي بتقولي كل الشحنات الموجبة وراح تلقي رح تلقي للأعلى يعني هون صارت موجبة مش كلهم كلهم يعني نسبة كبيرة واحد قائل متذكر اني انا وانا بعطيه قلت لك اذا الشحنة سالبة شو ما لاتجاه القوة بنعكسه يعني قلت لك بطلع الجواب معي اذا صاد الموجبة شو بتصير صاد السالب هاي ده تنزلها وين لتحت هاي FB عليها لتحت فصار هون سالب بيجي واحد بيقول طب صار في عندك قطبين واحد موجب وواحد سالب شو هاذ هاذا بيسبب شو ماله هاذا بيسبب مجال مغناطيسي قوة مغناطيسية القوة المغناطيسية اللي وين بدأ تكون هاي من الموجب للسالب تنزل لتحت هاي كيو لا لي لتحت طيب هيا الحين صار القوة هاي او بالزهر خلانا نرسم لك هاي مرة بالزهر هاي تبعت المجال الكهرباء طيب الحين بتيجي بتحكيلي طيب بدي يضل الشغل هاذا عمال بقول لك نعم بيضل عمال تيصير شماله تتصير في عندك اتزان اتزان صادي الموجودين لدينا القوة الموجودة موجود عندك F B موجود عندك F E صح ولا لا هذه القوة المغناطيسية اللي هي F B اللي هي هؤlast l'ون القوة المغناطيسية و F E مين القوة الكهربائية F B ماذا يساوي يا حلوين اللي هي هي Q V في B صح؟ صحين في تما يتسسين تفرقش ويساوي F في الإي شو يساوي اللي هي Q في E اللي هي المجال واحد قال مش الشحنة هي نفس الشحنات وهذا الشحنات نفس الإشي راحت راحت إذن تطلع إي شو تساوي V B إي شو طلعت V لبي فواحد قال لك أنا يا عمي بديش الشغل هذا أنا بدي أوجد فرق الجهد بدي قوة دافعة كهربائية حثية واضح؟ فشو قال؟ قال V شو يساوي؟ E L صح؟ بقول لأ عوض محل V بهاي الطريقة هاي ها هاي ها اللي هي بتطلع اللي هي هاي V على L يساوي طبعا هاي V يعني فرق الجهد هاي معناها مش السرعة هاي معناها السرعة ديروا بالك هاي دي السرعة هاي فرق الجهد أه طيب V هون هاي ها V وهاي V وضروف في L فبتطلع V هاي اللي هي فرق الجهد شو يساوي V بي L وهنا في الصلاح وما فرق الجهد مقدر نبدلها بإيه؟ بالقوة الدافعة الحثية ما هي سبب كل الإشي اللي هي هاي ها شو يساوي نفس الإشي اللي هي السرعة في A في المجال في L وهذا هو القانون اللي أنا بديه واضحة هاي القوة الدافعة الكهربائية الحثية هاي إثبات القانون بهاي الطريقة واضحة كيف سأجت هاد هاد هادا حفظ تحفظ لي هل إثبات معك؟ لا الإثبات ليس معك بس لك تكون فاهم كيف يعني القوة المغناطسية بتأثر كيف يعني قوة المجال بتأثر وهذا أخذناها قبل نخذناها قبل طيب أوكي خلينا نكمل كيف الأمور لحد الآن إن شاء الله خير يعني الأمور ليست صعبة إذا الأمور صعبة يعني يعني خذ إنك تحضر الفيديو مرتين ثلاثة يعني ممكن يقول يا الله مشان الله بتحضر مرتين ثلاثة بقول لك يعني مش غالط يعني هاي الأشياء بدل واحد فترة يتقنها يعني ممكن تتفهمها من أول مرة يعني بيصير بس ينتشغل خيالك هذا هو اللي بيصف طيب شو عمل قال فإذا تم وصل طرفي الموصل هاي موصل طلع هاي الموصل بسيلك خارجي وصلوا بشو بسيلك هاي السيلك شايفينه هاي بالأخضر على شكل حرفيو هاي مش عشكل عرفيو هاي هاي بس مقلوبة بحيث يشكل متجرة يمكن للموصل ينزلق علي يعني بتزحلق علي طلع وقمنا بسحب الموصل بتأثير قوة خارجية هاي سحبنا بشو قوة خارجية هاي القوة الخارجية شو هي القوة الخارجية اي اشي بالدكية ان شاء الله حبل حط حبل واسحب بصير مش غلط وبسرعة ثابتة نحو اليمين وباتجاه عمودي على خطوط المجال شو بصير؟ بصير فيه تيار حثي هاي شو تيار الحثي اللي بصير بالاتجاه المبين في الشكل أنا متورد الاتجاه هيو هيك بصير طلع صار فيه تيار حثي للعلى طب واحد بيجي بيقول لي هاي فيه تيار وهي فيه سرعة شو بدي يلقي هذا الاشي بدي يسوي قوة مغناطيسية بقول له رائع ممتاز راح اشرحه ما تخاف راح عاود ارسمه انا وراح عاود اشرحه بس انا دايما بحب امشي على الكتاب وبعد اياه خلاص ان ما فهمني الكتاب بحاول اشرحه بطريقتي بس خلي مرجعتك دايما مع الكتاب ومع وجود الموصل في مجال مغناطيسي فان المجال بيأثر في قوة مغناطيسية في التيار اللي بيسر في الموصل اي بي عمود على خطوط المجال بيكون اتجاه نحوين نحو اليسار هاي يعني بتقول لي انا يوم ما بمسكه على اليمين بيتدحرك وبتغير المجال بسوي تيار حثي للاعلى بيصير لليسار طيب ليش موهول الاسفل وليتيار الحثي مش موعدنا الحين لا الاعلى للاسفل هذا ليس موعدنا في لينز بنفهم وبما ان الموصل بتحرك بسرعة ثابتة فان القوة الخارجية هاي شايفينها القوة الخارجية شو بتساوي القوة المغناطيسية ليش ان السرعة ثابتة يعني F يساوي M A 0 فبتطلع مجموع F بهاي الطريقة وبتحكسها في الاتجاه اذا شو القوة الخارجية وشو يساوي يسالب F B ليسالب I L B شو هاي ال I L B هاي القوة المغناطيسية اللي بتأثر في موصل كامل وخلال ازاحة الموصل تقول لك لو الموصل يتحرك دلتا اكس تتغير المساحة اللي بيخترق خطوط المجال المغناطيسي بمقدار قد L في دلتا اكس ليش L في دلتا اكس دلتا اكس يا حلوين هاي الزاحة عنه L اللي هو ايه طول الموصل يعني هاي يوما بتزيحها يشايف فدلتا اكس هاي اشوي هيك زي حتا اذا انقدر الخطوط اللي تغير اللابات هاي دلتا اكس في شو في L في L اللي هي طوله كله هاي هيك راح تيجي واضح الرياضيات يعني هاذا الاشي ما بهمنا الشغل شو يساوي القوة في ايه في المسافة هاي القوة في المسافة اللي صارت فالشغل يساوي هاي سالب I L B في دلتا اكس شو I L B اللي هي F دلتا اكس اللي هي المسافة اللي انقطعت واضح كيف صارت واضح كيف صارت طيب يعني لحد هون يالله يكملها طيب واحد حكى انه L في دلتا اكس شو يساوي شاي المساحة صح ولا لا اذا W شو يساوي سالب I في المساحة في B طيب نذكرين شو التدفق قلنا شو التدفق حكينا شو هو قلنا المساحة في B صح؟ هذا شو اسمه هذا اسمه التدفق المغناطيسي الفلاكس ويساوي هاي سالب I I W ساوي ايه التدفق في I اذا الشغل شو يساوي التيار في التدفق المغناطيسي هذا رياضيات هشوف الكتاب شو يساوي بنفس الطريقة نعم وهذا الشغل شو بصير طاقة كهربائية وبتساوي I في دلتا تي هاي الطاقة الكهربائية الشغل شو يساوي اللي هي I delta T يعني كمان هذة اللي شي يعني هذة من القدرة في دلتا تي الطاقة أوكي يعني عوضناها بس المعادلة للشغل في الطاقة هايها صارت I delta T اللي هي I في دلتا الفلاكس ومنها اقسم اقسم على دلتا تي على دلتا تي I مع I بتروح فبتصفي هاي هاي شو يساوي اللي هي سالب التدفق تغير في التدفق على دلتا تي طيب وهاي حالة عام طيب لو انه صار الإشع شكل ملافه كان له عدد لفات N شو بصير التدفق بصير كل لفة بالنسبة للزمن بالمقدار نفسه فشو بتصير بس اضربها في N عدد اللفات وهذا الصيغة الرياضية لقانون فردي اللي هو قالك متوسط القوة الدافعة الحثية تتناسى الطرد مع مين مع المعدل الزمني التغير في التدفق المغناطيسي اللي بخترق الدارة الكهربائية ليس جديد اللي هو القوة قلنا متوسط القوة الدافعة الحثية بتناسى الطرد مع شو مع معدل التدفق الزمني التدفق ناسف تغير التدفق بالنسبة للزمان اللي بخترق الدارة الكهربائية وقلنا اذا كان في عندنا مقاومة R للأسلاك فان التيار الحثي شو بيصير في الدارة يساوي I طيب شو حكيت بتقول لي انا كلياتو بدنا اللخص من مرة من الأول يلا تطلعوا معي بس بدي اللخص من الأول شو اللي صار أوريكو شو كل الحكاة اللي انحكا هون بشكل مبسط أجو يا عم يجابو لك موصل هاي موصل منيح وحطوا عليه سيليكو خلاص امشي معك وهي سيليكو هاي هايو على شكل يو وفي مجال منتظم هاي مجال منتظم للداخل أجا واحد شطور هاي سيليكو اسمه إيه لبيه واحد شاطر أجا سحبه شو عمل سحبه لليمين بقوة خارجية هاي شو اسمها F X شعن X يعني خارجية يعني طيب يوم ما حكى سحبه شو ولد تيار فيه تولد تيار حثي ليش التيار الحثي اللي بيصير لانه تغير التدفق وضوط المجال صح هاي تيار حثي بهذه الطريقة هاي اي طلع بهذا الشكل ليش طلع لفوق هذا مش هالحين بقدر أجاوبك إياه بكمان ايه ثلاث حصص يمكن اربع حصص بقدر أجاوبك إياه طيب واحد قال هاي في في وين اتجاهه هاي مش قولنا القوة المغناطيسية مش صار في عندي صار في عندي تيار في موصل ف شو يساوي اي في الف بي صح ولا لا يلا هنا ايش عمل هاي اي وين اتجاهها صاد الموجبة و بي وين اتجاهها يا حلوين في عين وين السالبة ومنحط سين صاد عين بحدي للاتجاه بدك تستخدم قاعدة اليد اليوم لا ليس عندي اي مشكلة يلا صاد ضرب مين ضرب عين هاي باتجاه الموجب شو بيعطيني موجب سين بس عشان عشان هالسالب عين بتصير سالب سين صاد ضرب عين لحال بعطيني سالب سين وسالب عين ما هي فاطلي كمان سالب بتصير ايه باسف صاد ضرب عين بعطيك موجب سين وعشان سالب عين صارت سالب سين اذا هانا اتجاهها رح يطلع هالا القوة المغناطسية باتجاه معاكس للقوة الخارجية طيب وحكى ان السرعة شو ما لها السرعة ثابتة شان السرعة ثابتة مش قلنا عقل نيوتن الثاني اف يساوي ام اي التصارع السفر فمعناته شو ما لمحاصلات القوة متساوية اذا هاي القوة الخارجية تساوي مين القوة مين الكهرباء الكهربائية اللي هي بتعارض لا رحينا الشغل هل هذا مطلوب من كل اثبات لا بس اكبا فاهم شو اللي صار هذا هو البهمي القوة الخارجية محنا ما بنعرف وف بي شو يساوي اللي يقولنا اي ال بي صح ولا لا القوة الخارجية شو يساوي اي ال بي حط لها السالب عشان تطلع مية بالمية لان هاي تساوي سالب هاي طيب واحد بيجي بيحكي قال لو انه سببت زاحة للموصل بمقدار دلتا اكس زاحة الموصل هاي بمقدار دلتا اكس هذا اللي الرياضيات بنعمله وقال لك في عندي ايه في عندي طول هون على طوله ال شطول الموصل ال شو بأعمل بتصير عندك اشي اسمه الازاحة الشغل شو يساوي قلنا الشغل شو يساوي اللي هي القوة في ايه في المسافة اللي قطحها هاي بصير في عندك اللي هي اف اي اكس مش اللي حركته لليمية في ايه في دلتا اكس بهاي الطريقة طيب انت بتقول لي اف اي لل اكس ما هيها طيب ما نعاوض اللي هي بدالها شو هي ويساوي سالب اي في ال وهي بي وشو ضل هون دلتا اكس واحد قال طب يا عمي دلتا اكس في ال شو هاي دلتا اكس في ال شو بعطيني المساحة بقول له صاح مية بالمينة ويساوي سالب اي هي بي وهي بتعطيك المساحة ايه وواحد ثالث بيقول لي طب يا عمي المساحة في اي هي شو اسمها هي اسمها التدفق بقول له ممتاز اذا هاي اللي فلاكس هاي التدفق وهيها سالب اي شو يساوي الشغل وقلنا ان الشغل شو يساوي الطاقة الحرارية اللي هي قلنا اي في اي في دلتا اي تي صاح اللي هي جو ساوي سالب اي في فيتا يعني هاي بدلنا بهاي اي مع اي شو ما لابتروح القوة الدافعة الكهربائية الحثية شو ساوي سالب اللي هي التغير في التدفق على مين على دلتا تي ليش التغير لانها دلتا اكس ما هي يازم تيجي دلتا اي غدا النظر هي دلتا اي فيت دلتا تدفق فهذا هو القانون اللي بدي ايه هذا المهم هاي شو اسمها القوة الدافعة الكهربائية الحثية هاذا شو اسمه التغير في التدفق ليس مطلوب منك تثبتو لكن مطلوب منك تكونوا فاهمين شو القانون بس انا مطلوب مني اثبتلك يا بالحصة دلتا تيشه اللي هو الزمن اللي صار في هذا التغير للتدفق وهذا هو نص قانون فردي قلنا ان القوة الدافعة الكهربائية الحثية تتناسب ايه طرديا مع مقدار التغير في التدفق بالنسبة للزمن قانون فردي يعني هايو معلم عندكو وعلمو في الكتاب جدا مهم طيب واحد قال لو انا في عندي عدد ملفات شو بس بحط بس حط نو لان كل ملف رح يتعاملوا بنفس الحالة فأضربوا في نون هاي يهب في دلتا فيتا على دلتتي وهي الاثبات كامل يا حلوين هل هو صعب انك تثبته؟ لا ليس صعب اذا انت بتفهم شو بصير هل انت مطلوب منك تثبته؟ لا ليس مطلوبا منك انت مطلوب منك انك تحفظ صراحة القانون هذا والقانون هذا هاذا للملف اذا كان في عدد لفات هاذا فيش عدد لفات بعمل هاذا واضح؟ طيب ايه طيب تقول لي طولنا طيب بس اخر شغلة طيب اصحي انسي تكتب هاذا قلنا اذا في عندي ار مش طلعنا القوة الدافعة ان هذا قانون اوم منذكرين؟ هاي التيار الحاثي شو يساوي؟ مش هاذا فرق الجهد على ار بس سهل جدا واضح؟ واضحة كيف طيب نشوف السؤال ولا نشوف المثال ونشوف بعديها السؤال طيب نشوف السؤال يوم طيب مبتدئا بقانون فردي كيف يمكن التوصل للعلاقة؟ هاي ايه نفس السؤال معكوس يعني ايه يساوي في بي في ايه كيف بدي اصعل ايشي زي هيك؟ طيب انا بدي ابلش بقانون فردي شو قانون فردي حكى؟ حكى قانون فردي انه هو سالب التغير في التدفق على ايه؟ على دالتا تي اذا اسف ايه شو يساوي؟ التغير في التدفق زي ما احنا عارفين اللي هي بي في مين؟ في ايه؟ في ايه؟ مصبوط على دالتا تي لكن واحد شاطر بيجي بيحكي بيجي بيقول شو هي المساحة؟ يلا يا حلوين شو هي المساحة؟ يوم ما حكيناها؟ قلنا المساحة اللي هي دالتا اكس في ال مين دالتا اكس؟ اللي هي الإزاحة صح؟ في ال اللي هي الطول نحلنا قبل شوي نفس مبدأ الاثبات هذا السؤال يعني سؤال سهل هاي ابسلون هاي سالب هاي بي بدل ايه حط ايه؟ ال في دالتا اكس وهون علي ايه؟ حل دالتا تي يعني هذا سهل السؤال واحد بيجي بيحكي شاطر بطل بيجي بيقول المسافة على الزمن شو يساوي؟ السر؟ السرعة مش المسافة على الزمن شو اسمها السرعة؟ اذا هاي شو تساوي بتصير؟ هاي ايه شو تساوي؟ سالب بي في ال ودالتا اكس على دالتا تي ما هي في وهي هجازة بهاي الطريق ايه طبعا هو مش حاط السالب يعني وهو المطلوب بغض النظر يعني مو السالب هذا بيدل على ايش؟ على اتجاه فقط هيك المعنى واضحة كيف هذا هو السؤال كيف بعمل قانون فردي للعلاقة هاي يعني بس فكرتها انك تبدل المساحة بالطول في في العرض هيك المعنى طول بعرض مساحة والمسافة اللي طلتتها هيها دالتا اكس هذا طول الموصل ما هو دالتا اكس على دالتا تي تعطيني فيه اللي هي السرعة طيب اه هذا قانون كيف ممكن يتوصل لقانون هذا بصير تشتق من موقع ما بيدا قواني طيب نحل السؤال هذا مثال وهذا المثال ان شاء الله الحصة القادمة اه ممكن يكون كمان حصتين يعني حصتين بعد هذا رح يضلني على فردي ممكن احل خمستاش عشرين سؤال فعشان هيك الحصة الثانية يعني الحصة القادمة رجاء نحضروا الحصة القادمة ليست اختيارية الحصة القادمة اجبارية انا دائما بحكي الاسئلة الاضافية ليست اجبارية لا الحصة القادمة اجبارية رجاء يا حلوين ديروا بها لكم يلا موصل اي و بي طوله اربعين صانت اذا قدي ايه الاول اشي سفر فاصلة اربعة متة متصل على التوالي قدي ار ار يا حلوين اللي هي خمسة او شوف ايديت ار بس القانون الاخير مشان نطلع التيار الحث في مجال مغناطيسي منتظم سفر فاصلة تلاتة تسلا هيها بي اذا تحرك الموصل لليمين وين تحرك الموصل لليمين هاي ثلاثة متر في الثانية اوجد القوة الدافعة الكهربائية الحثية يلا ما نوجد ايه ايه شو يساوي قلنا يلا هاي واحد طبعا واضح يا حلوين ان هاي مو بتحرك بفي بده يعطي قوة كهربائية حثية وين بالاتجاه وين هاي راح يكون بغض النظر عندهم اطلع واضحة يعني هاي نفس الحالة لا ما بتفرق عنها وليش يلا قلنا ايه شو يساوي قلنا اللي هي دلتا فيتا على شو على دلتتي طيب انت بتقول لي يا عمي طيب هاذا الحكي انت محكيت ليش يا قبل شوي بقول لك طيب ما اختلفناش مش طلعنا منها العلاقة السابقة اللي هي هاي في بي في ال صح؟ من وين جبتها؟ هاي العلاقة اللي طلعناها قبل شوي اثبتناها بتقول لي صحيح بتقول لي هيك عيني انت يلا هاي سهلت في كم ايه الثلاثة هاي ثلاثة الخضراء هاي ثلاثة الخضراء شباب اذا فهمنا صبايا اذا فهمنا الاشي والله الامور بتصير يعني سهلة جدا ثير سهلة فيزيا ليست صعبة اذا فهمت شو بيصير بصير موضوع تعويض قوانين بي كم الزرقاء بي سفر فاصلة ثلاثة كم ال ال اللي هي سفر فاصلة أربا يلا امسك و اضرب اجمع اطرح ايه ثانية بس ثلاثة بوينت ثلاثة في بوينت أربا فبتطلع سفر فاصلة ثلاثة ستة ثلاثة ستة فولت طيب بهاي الطريقة هاي الاولى القوة الدافع الكهربائية الحثية طيب اتنين هاي ثلاثة كده هاي سفر فاصلة ثلاثة ستة شديد تيار الحثي كم شدة التيار الحثي واحد بيقول اي شو يساوي نتذكر القانون صاح اي على ار اي كم سفر فاصلة ثلاثة ستة و ار خمسة و يساوي سفر فاصلة سفر سبعة اثنين امبير اذا هاي طلعت كم سفر فاصل سفر سبعة اثنين امبير و اخر اشي اللي بهمني صراحة الثرعة الثالث هو يعني اللي فيه شوية شغل القوة الخارجية حتى يتحرك الموصل بسرعة ثابتة قلنا هاي معناته حالة شو ما لح حالات اتزان شان حالة اتزان يعني القوة المغناطيسية شو تساوي القوة الخارجية يلا القوة المغناطيسية شو تساوي يا حلوين كلنا شاطرين الرياضيات اي هاي اما هي بتأثر على موصل في بي في ال و يساوي القوة الخارجية طلعوا ما اسهل السؤال والله هذا المثال مصخرة و بيجي عليه هذا في اللجنة هيك رح يجيك في اللجنة خمس ستة علامات و الأنظف منهم علامتين 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 في دقيقتين تكون جايبهم اي كم أوكي طيب هون التيار الحثي كم طلعنا سفر فاصلة سفر سبعة تنين و نجيب التال اي هيها التيار الحثي في بي اللي هي سفر فاصلة ثلاث في ال اللي هي سفر فاصلة أربعة اللي هو الطول و يساوي و يساوي فالف الخارجي و نرح بيكون اتجاهها المهم بين أصلا نسمى قوة خارجية ما هي هيك باتكم بس أنا رح ستحط اتجاهها يعني لازم تبين اتجاهها تحطه يعني حتى لو واضح حطه فبيطلع اف خارجي اللي هي ثمانية فاصلة ستة أربعة في عشرة ماينس ثلاث نيوتن وين الاتجاه الشرق اليمين الشرق اللي بدك هي اكس الموجبة بيصير بيصير اي اتجاه انت بناسبة هالإجابات اللي طلعناها صحيحة هل سفر فاصلة ستة ثلاثة فولت صح ايه التيار الحثي سفر فاصلة سفر سبعة اتنين عكس عقارب الساعة ليش لانه رح يكون للاعلى يعني بغض النظر احنا فاهمين رح يكون للاعلى التيار هيك لازم يكون للاعلى لانه بدي يعطي قوة معاكسة بعدين الاشي طيب حط الاتجاه هنا ناسي حط الاتجاه هايو حطوا عكس عقارب الساعة يعني هايو لف هيك اكو علي هاي عكس عقارب الساعة لازم بيانتها انه بطلع لفوق بس بيانتها وانا بشرح بهاي الطريقة واخر اشي 0.084 اللي هي مية بالمية 8.64 0.064 نيوتن في اتجاه اكس الموجبة وبهاي الطريقة مش منكون خلصنا قانون فردي اصحى تفكروا في عنا كمان حصتين او ثلاث راح يكون اربع خمس ساعات فردي لحال ليش؟ هذا الموضوع جايك وعليه سؤال في الامتحان شايفين صعب؟ ليس صعب وان شاء الله المرة القادمة منوقع قانون لينز ونتأمل كثير كيف بيصير شكل التيار الحاث وكيف بيصير وين بيصير يعني بتمنى تكون الحصة اليوم كانت لطيفة حلوة هيك انبسطتوا فيها نشوفكم ان شاء الله يا حلوين في درس قادم ودرسوا منيح واي سؤال من عيون التنتين ما تترددوا انا قاسف اذا كنت خربطت في شيء ما تتردد تحكي تقول لي هنا في خطأ ما تتردد مع انو صعبكم في خطأ بس بصير يعني ما في حدا بغلطش وان شاء الله في درس قادم الى اللقاء